موسيقى بساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز زي ما عودناكم دايما هنحاول خلال حلقة دي وكل حلقات البرنامج أننا نكون عينك اللي بتشوف بيها السوشيال ميديا وتعرف وتتابع ترانز معنا اللي موجودة ودلوقتي هنبدأ حلقاتنا زي ما عودناكم دايما بفقر الترانز of the week بيواصل أبطال مسلسل سوشل لأحمد زاهر وميرنا نور الدين تصوير المسلسل في منطقة الحزام الأخضر المسلسل بتدور أحداثه عن مشاكل السوشل ميديا عموما وعمليات النصب والتجسس اللي ممكن يتعرض بها ناس كتير المسلسل زي ما قلنا من بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين ومن إخراج رؤوف عبد العزيز كامير ترانز كانت حضرة تصوير المسلسل تعالوا نشوف إيه اللي حصل ونرجع تاني على طول بعمل دور شهاب الدريني ده صحفي في قسم الحوادث بني آدم عادي له مشهور وله فنان وله أي حاجة خلص في الدنيا ناس كتير جدا 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 عادية بتتأذي مش بس المشاهير دلوقتي خلاص إحنا عدينا منطقة المشاهير بقت البشر كلهم بسم الله ما شاء الله أي حد في الدنيا ممكن يأذي أي حد عن طريق السوشل ميديا إن يطلع عليه حاجة فالزياطين يخشوا يزيتوا فالموضوع يكبر فالبني آدم ده يتضم للروح في ستين ده هو ما عملش أي حاجة خلص السيد رفعبد العزيز مخرج جميل جدا جدا وفاهم ومريح جدا جدا وفيه كيميا لطيفة ما بينه ما بينه بدأناها الحمد لله بفارس وحبنا نستثمر هذا التعامل وهذه الكيميا في سوشل أنا مبسوط بالشغلي معي بصراحة جدا أنا بلعب هنا شخصية اسمها طارق هو فتوجرافر زي ما احنا شايفين كده وبيشتغل في الشركة اسمها سوشل اللي هي بتدير المواهب المفروض أنه هم أبطال الحدوطة اللي احنا بنحكيها بس هو فيه وراء جزء غامط كده وراء أنه هو مصور وأنه هو بيدير الشركة دي ده اللي بناكتشفه بقى في خلال الحلقات الأخيرة بالذات دوري أنا هو الرئيس التحرير اللي كان بيشتغل معا الصحفي اللي هو أحمد زاهر ودوري بإسمه علي الجندي وهو الصديق الصدوق اللي واقف جنبه ابن البلد اللي بيحاول أنه يرجع له حياته ويشغله ويساعده ولكن في الآخر بتتقاطع الطرق بقى لما هو بيشو حاول يشوف مصلحته في أنه يجيب الناس اللي ضرقوه أنا بعمل في مسلسل سوشيا لدور ميجا ده حد من الإنفلونسورز المشهورين وهو بتاع جيمز هو جيمر يعني وعنده خاطة درامي يعني معقد جدا في يارب كنا يدر توصلوا للناس يعني بشكل المناسب دوري إنفلونسور اسمها هيبة شخصية كيوت كده بسيطة وبتاع المفروض يعني أنهما كانوا عايزين أنها تبقى شوية جسم الشبهة يا حروم لشان هي طيبة قوي وغلبينة وبتاع وانا اللي هو إي هايبون وهي مفروض إنفلونسور محجبة كيوت هادية بتعمل بروجرمز حاجات علمية ورس حديثي معظمها ما عملنا نريد دين نريد بعمل شخصية اسمها جيم هيلي هي اسم تاني يعني مش هينفعوله هيبان في آخر الحكاية جيم المقصود بيها الإجابة الإجابة على الأسئلة اللي مداش إجابات في حياتنا ممسوط بالتجربة جدا يعني الشغل مع ممثلين شاطرين بيخلي الواحد حتى لو مش شاطر قوي زي حالتي كده يطلع شاطر فممسوط جدا بالتجربة لها مع الأسف الشديد من أكتر الترانز الموجودة على السوشيال ميديا هي الكلام عن فيروس كورونا واللي هاجم معظم النجوم من الوسط الفني وكمان الرياضي أو كل الناس تقريبا الفترة اللي فاتت بكوة جديدة جدا لدرجة أننا سمعنا خلال الكام يوم اللي فاتوا عن إصابات كتيرة جدا بين الفنانين في منهم اللي ربنا تم شفاء على خير وفي اللي لسه وكان من الأسماء اللي اتصابت بالفيروس الفنان أحمد حاتم واللي بالمناسبة لسه نزلوا فيلم جديد في دور العرض وهو فيلم ليلة أمر 14 واللي بيشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي وشرين رضا ومن الفنانين كمان اللي اصابوا من فيروس كورونا خلال أيام اللي فاتت كان الفنان الكبير رشوان توفيق تامر حبيب وأحمد فهمي وزوجته هنا الزهد وخليني بس أقولكم أنه مع الأسف القائمة طويلة جدا ولو قعدت أقول أسماء الفنانين أو الرياضيين اللي اتصابوا فيروس كورونا خلال أيام اللي فاتت ممكن نقعد الحلقة كلها نتكلم لكن في النهاية أسرة البرنامج بتتمنى لجميع الشفاء وكمان بنأكد على كل الناس أنهم ياخدوا بالهم خصوصا الفترة دي لأن من الواضح كده أن الحالات بتزيد فيريد بجد كل حد فينا ياخد باله من نفسه ومن اللي حواليه عشان ربنا يكرمنا كلنا ونعدي الفترة دي على خير بإذن الله من أكتر الحاجات اللي شغلت السوشل ميديا خلال أيام اللي فاتت هي منتخب مصر واللي بيحصل في كاس الأموة الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون طبعا عايزين نقول أنه كان فيه اختلاف كبير جدا على السوشل ميديا ما بين ناس بتهاجم المدير الفني المنتخب كيروش وبتقول أنه بيعمل أخطاء كبيرة وأنه مش ده الأداء ولا المستوى اللي احنا مستنينه لكن في الوقت نفسه في ناس تانية بتقول أن البطولة مستهلة خالص وأن الفرق الأفريقية كلها باقي قوية وأن الفوز الأخير اللي حققه مصر هو خطوة مهمة عشان نتأهل الدور التالي وانفوز وطبعا أصحاب الرأي ده بيقولوا أننا شفنا في البطولة منتخبات قوية جدا زي كاتفوار وجزائر مثلا بيتعدلوا أو بيتغلبوا مع الفرق التانية المفروض أنها متواضعة جدا في النهاية المهمة دلوقتي أننا لازم كلنا نقف وراء منتخب بلدنا وندعموا عشان يقدر يحقق نتائج إيجابية في البطولة وخصوصا أنه عندنا النهاردة ماتش مهمة جدا مع منتخب السودان وطبعا إحنا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وبنقول يا رب يرجعوا لينا بكاس البطولة وبكده خلصت فقرة ترانز أوف دويك ودلوقتي يجي معدنا مع فقرة سكوف والنهاردة هنتكلم معيكم عن موضوع شغل السوشيال ميديا بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت وده ما كانش في مصر بس لكن كان في العالم كله الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم دونت لوك أب من بطولة جانفر لورنس وليناردو ديكابريو والفيلم بيصنف إنه كوميديا سودا وهو بيتكلم عن نهاية العالم بطريقة مختلفة جدا والفيلم منقسم عليه الناس ففيه ناس معارضة للفيلم وفيه ناس بتقول إن الفيلم عجبهم جدا وإنه مختلف وعشان الناس اللي ما شفوش الفيلم خلوني أقول لكم باختصار كده قصة الفيلم اللي أثارت جدل كبير جدا واللي بتدور حوالين اتنين علماء فلاكيين مش مشاهير قوي واللي بيقوم بدورهم ليوناردو ديكابريو ودجانفر لورنس والاتنين دول اكتشفوا إن في نايزك حجمه مبير جدا على وشك إنه يدمر الأرض وإن ما فيش قدام العلماء غير ست شهور بس عشان ينقذوا الكوكب فكرة الفيلم بقى هل هتنجح الإدارة السياسية في أمريكا وروسيا وبقية الدول الكبرى في العالم إنهم يلحقوا ينقذوا الأرض الإجابة لأ وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن الفيلم وحالة الجدل اللي عملها هيكون معنا على زوم الكاتب الصحفي خالد إبراهيم بجريدة اليوم السابع عشان نحل الفيلم دونت لوك أب أهلا بيك يا خالد أهلا بحضورتي كيف أنت بكل سادة مشاهدين إيه رأيك في فيلم دونت لوك أب يعني أنا بشكل شخصي حبيت الفيلم جدا على عكس المعتاد من جهة الإنتاج لقيت فيلم جيد الصنع جدا لقيت فيلم في كل العناصر اللي حبها يعني محب السينما اللي بيبقى ليهم لون خاص أو شغف خاص بأن هم يشوفوا نجوم متجمعين كثير في فيلم واحد الفيلم بطولة لينارد جابريو شينيفر لورنس ميرر ستريب غير ضيوف الشرف وإخراج أدم مكي إحنا دلوقتي قدام منصة العرض بتاعة الفيلم دايما اعتدت يعني أو إحنا الجمهور اعتدت منها أن هي بتقدم أفلام سريعة كده أو تيكا ويه لكن الفيلم اللي احنا بصدد التحدث عنه دلوقتي هو فيلم عميق جدا بيتكلم عن فكرة مهمة جدا وأنا بشوف أن احنا رغم أن احنا في بداية 2022 أنا بشوف أن هذا الفيلم سيكون واحد من أهم أفلام هذا العام هل فعلا يا أستاذ خالد الفيلم بيوجه نقد واضح للسياسة الأمريكية والإعلام الأمريكي وبيقول أن هما بيخدعوا الناس طيب مبدئيا نحن نقدر نكتلم عن الفيلم من ناحية تيه ناحية خاصة شوية بالإدارة الأمريكية أو بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص ونحية العامة شوية أن احنا ممكن نشوف أن الفيلم ده بانوراما أو نافذة أن احنا نقدر نبص بيها بشكل أو منظور مختلف على العالم لو جينا تكلمنا على الفكرة الأساسية في الفيلم فزي ما حضرتك شرحتي هو أنه فيه كوايكب أو نيزك أو أي حاجة يعني جاية من الفضاء بتهدد البشرية هتغبط في الأرض خلال ست شهور ففيه اتنين علماء بيحاول أن هما يوصلوا صوتهم لناسا للإدارة الأمريكية للرئيسة الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتجسدها ميرل استريب ولما بينجحوا فعلا أن هما يوصلوا بيلاقوا أنه فيه لا مبالاة بيلاقوا أنه فيه حالة من عدم تأدير الموقف بشكل حقيقي الرئيسة الأمريكية بتربط الموضوع بالانتخابات وبتقول لا أنا مش هنقذ الموضوع الموضوع دلوقتي خلينا مع الانتخابات تسخن شوي عشان تبقى فرصها في الانتخابات اللي جاية أفضل وبيتجلوا الإعلام الأمريكي فبيلاوا أن الإعلام الأمريكي بيهتم بصغائر الأمور بالإعلام الأمريكي بيهتم بأعضاء الجواز والطلاق والترندات بتاعة السوشيال ميديا اللي معروفة في كل العالم يعني مش في أمريكا بس وبالتالي إن هم هنا بيتعرضوا لصدمة كبيرة جدا إن هم بيلاقوا إن ما فيش يا جماعة تمام إحنا كلين هنموت يعني هيتعرض الكوكب للفناء مش هيبه فيه أصلا كوكب الأرض ومع ذلك الناس بغفلة يعني الناس مش مهتمية خالص من أعلى حد في الدولة لحد أصغر حد وبالتالي إحنا ممكن نشوف إن ده اسقاط بنوع ما يعني على الأحداث اللي بتتعرض لها أو اللي بتتعرض لها كوكب الأرض سواء بقى التغيرات المناخية سواء السوشيا ميديا المعركة السياسية الأمراض والأوبئة زي كورونا زي صراع السلطة ورأس المال في بعض الدول فكل دي حاجات ممكن يكون الفيلم بيرمز لها إن هي هتكون مؤشر لنهاية الأرض فالفيلم باختصار هو عبارة عن جرس إنذار ليه نحن وعبارة عن جرس إنذار للإدارات الكبرى يعني العالمية بجنب الجزء ده أستاذ خالد أنا وأنا بتفرج شخصيا عن الفيلم حسيت كمان يعني ممكن يكون جزء نفسي شوية إن قدقين ناس بترفض فكرة إنهما الخوف أو إنهما بيتحاولوا كناس عادية في الشارع إنهما يكذبوا الفكرة من كتر ما هما خايفين صحيح دي الاعتقادات كتيرة جدا أولا إن الإنسان دايما بيبحث عن الطمأنينة فإذا حد جاء قاله إنه في خطر فهو ممكن يحاول إن هو يعيش اللحظة بتاعته أو بيخرج من دماغه كل الأفكار اللي ليها علاقة بإنه في خطر حتى اسم الفيلم مستوحى من الفكرة دي يعني لا تنظروا إلى السماء يعني الناس في الإدارات يعني أو المفروض إن الفيلم بيهاجم الإدارة الأمريكية بشكل واضح وصريح يعني بيقولوا إن يا جماعة لا ما تبصوش للسماء ما فيش حاجة اسمها نايزك ما فيش حاجة اسمها كويكة بيخبط في الأرض إنها حياتكو تمام الدنيا مستقرة وكل شيء كويس حتى لما بدأوا يفطنوا إلى الخطر فعلا اللي جاي للكوكب هم اتعاملوا مع الأمر بفكرة إنه ما تخافوش يا جماعة دي مشكلة وهتنتهي بسرعة بسرعة يعني إحنا نقدر نحلها وهنا بيبقى فيه حاجة مهمة جدا بيشير لها الفيلم وهي عدم الشفافية مع الشعوب هنا بيبقى وده مؤشر خطير جدا جدا ليه إنه الإدارات لما بتتعامل مع الشعوب لازم يكون فيه قدر من الشفافية لازم يكون فيه قدر من الاطلاع على المعلومات ما يقدرش الناس تبقى مهددة في حياتهم أو الكلام ده طبعا بشكل عام يعني مش لازم عن الخطر اللي جاي الكوكب من الفيلم يعني لازم يكون فيه قدر من الشفافية مع الشعوب طيب من الحاجات كمان الأثاري تجدل إن شخصية رجل الأعمال اللي كان في الفيلم اتقال إنها اسقاط على شخصية رجل الأعمال إيلون ماسك صحيح يعني بصي هو أنا أنا مش بشوف إن هو اسقاط على إيلون ماسك تحديدا يعني لكن أنا بشوف إن هو بخف الدم بكوميديا سودا يعني حاول إن هو يكون مسج ما بين كذا شخصية أو كذا رجل أعمال من المتصدرين المشهد عالميا وفي الولايات المتحدة الأمريكية زي زي ما حضرتك قلت كده إيلون ماسك هو رجل أشهر رجال الأعمال أو رجال التصنيع يعني واللي بيليهم علاقة بشكل مباشر جدا مع الفضاء فده رقم واحد ممكن بيكون بيشير برضو أو بيعمل كده مسجد ما بين إيلون ماسك ومارك زكربيرج طبعا هو مؤسس واحدة من أهم المنصات العالمية فيسبوك والشخصية الثالثة اللي بشوف إن هو ممكن يكون عامل برضو مسجد بيها في هذا رجل الأعمال هو بيل جيتز فبشكل عامل ثلاثة دول ممكن يكونوا كده اضطربوا في الخلاط وطلعوا هذا الشخص اللي بيحاول إن هو يستغل أخطر معرفة بيمر بيها كوكب الأرض لصالحه لصالح شركته لصالح إن هو يعني يتغلب على القوة التانية زي الصين زي روسيا علشان المادة المهمة جدا في النيزك ده يستغل لها في إنتاج يعني الحاجات اللي قايمة على التكنولوجيا زي الموبايل والتابلت والكلام ده كله فأنا بشوف إن هو هنا عامل مسجد مش شخصية واحدة ولكن أكتر من شخصية فالفيلم يعني بشكل عام هو بيتكلم على إزاي ممكن يكون فيه كوميديا سوداء كوميديا تدحكك جدا ولكن في نفس الوقت هي بتقول لك خلي بانك بتقول لك إنه فيه هنا خطر كبير جدا أنا في الحاجات اللي قلتها اللي ليه علاقة بإسخطات الفيلم أنا شخصيا بميل لي فكرة التغيرات المناخية إنه هنا عايزين يقولوا يا جماعة فيه خطر مهم جدا 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 هيصطدم بكوكب الأرض أو معرضة للبشرية وهي التغيرات المناخية أنا ليه بركح الاختيار الأول ده هو التغيرات المناخية لأنه واحدة من أهم الأضايا اللي بيحب ليونارد كابريل إنه هو يشتغل عليها عالميا وحتى هلاقم لو ناس تبعد ده على السوشيال ميديا بتاعته وكل حساباته هلاقم هو من أهم الأضايا اللي بيهتم بها هي التغيرات المناخية فأنا بشوف إنه ده التغيرات المناخية هي الإسقاط ولكن حد تاني ممكن يقول إنه إحنا دلوقتي فترة أوبيئة أو أمراض زي كورونا والسلالات المختلفة بتاعتها فيقول يا جماعة الفيلم ده يقصد إنه هو بيتكلم على الخطر بتاع الأمراض والأوبيئة وإنه لازم دايما ناخد بالنا والإجراءات الاحترازية وإنه لازم الشعوب كتكاتف حد تاني يقول لا هو بيتكلم على فكرة المعارك السياسية حد تاني ممكن يتكلم على قضية السوشيال ميديا يعني إحنا شوفنا إن السوشيال ميديا كانت جزء كبير جدا موجه إن هي مش في الموضوع مش في دماغها بصوا يا جماعة للترندات بصوا القضايا الجواز والطلق بين الرجوم بصوا للقضايا التافهة جدا اللايكس الشير كل ده كل ده إسقطات مباشرة وفي ناس برضو تكلمت على فكرة الصراع ما بين أو التزاوج ما بين السلطة المتمثلة في ميرل ستريبو اللي هي بالمناسبة يعني اللي هي النسخة الأنسوية من دونالد ترامب بشكل ساخر جدا يعني التزاوج ما بين السلطة أو الإدارة الأمريكية وما بين رأس المال اللي هو بيعرضنا دلوقتي لكل المشاكل اللي نحن متخوفين منها من كوكب الأرض إن هو يصطدم بيها طبعا الكلام كتير جدا عن الفيلم ده يا أستاذ خيالد وحصل فعلا انقسام كبير جدا على الفيلم لدرجة أنه بقى ترند فتفتكر الانقسام ده حصل ليه معينه وفي الآخر هو فيلم ده طبيعي جدا أي فيلم بيصير الجدل أو أي فيلم بيبقى في فكرة مختلفة أو خارجة بر السندوق لازم هذا الجدل يصار كل مرة مبالك إحنا بنتكلم على فيلم بيوجه يعني مسدساته للإدارة الأمريكية بشكل واضح ومباشر التوكه فيلم بالمناسبة هو مش بيعمل مش بيعمل إسقطات أو تلميحات خلينا أقول إنه هو مش بيعمل تلميحات إنه هو بيهاجم الإدارة الأمريكية لا هو بيهاجم الإدارة الأمريكية فعلا بشكل واضح وصريح ومش محتاجة إن الواحد يفكر فيها أو يستنتج ده لأنه هو وهو كمان معترف إنه هو بيهاجم الإدارة الأمريكية وبالتالي نحن هنا قدام فيلم واضح وصريح سياسي من الدرجة الأولى وبالتالي الأفلام اللي من النوعية دي بتبقى معرضة بشكل كبير إن هي تصير الجدل وإصارة الجدل هو جزء من نجاح الفيلم نفسه يعني الفيلم لما العالم كله يتكلم عنه فبالتالي هو تخطى خطوات كتيرة جدا نحو النجاح نهيك بقى عن إن هو بطولة ليناردو ديكابريو وجينيفر لورنس وميريل استريب فإحنا قدام كده كوكتيب نجوم فلازم الأفلام اللي من النوعية دي طبعا تصير الجدل أنا بشوف إن اللي محبش الفيلم هو هيكون بيميل أكتر لنوعية الأفلام اللي هي الأكشن أفلام مثلا مارفل أفلام دي سي باتمان سفايدر مان كله الأفلام اللي هي معتمدة على الحركة والأكشن لكن سهل يعني وارد جدا إن الناس تختلف على الفيلم ودي هي أساس الصناعة في العالم كله مش في الولايات المتحدة الأمريكية فما بالك بقى بمهد السينما وهوليود في العالم كله يعني فطبيعي جدا إن الفيلم ينقسم عليه ولكن أنا بشوف وما زلت عندي رأيي إن هذا الفيلم سيكون واحد من أهم مش أفضل هيكون واحد من أهم أفلام العام طبعا عام 2022 أستاذ خالد هل رسالة الفيلم الفيلم فعلا إن إحنا عايشين في مجتمعات ممكن نقول علينا بقتفها وده هو السبب كل المشاكل في حياة البشر؟ بس هنا زي ما قلت لحضراتك الفيلم بيحمل كثير والكثير من المعاني والإسقاطات اللي واضحة بشكل واضح جدا ولكن في ما بين الصطور في الفيلم بعض الإسقاطات التانية الخفية اللي الفيلم بيركشت عليها بشكل واضح ولكن أشار لها أو عد عليها كده أنا بشوف إن واحدة من أهم الرسائل في الفيلم ده كانت بتكمن في المشهد الأخير وطبعا علشان ما نحرقش للناس ولكن هنا أنا بشوف إنه الرسالة اللي بتكلم عنها هو إنه المخرج أو صناع العمل بيقولوا للناس عودوا إلى حياتكم الطبيعية ارجعوا تاني اتلموا مع بعض ارجعوا تاني اعودوا مع بعض ارجعوا لموا شمل الأسرة اعودوا كلوا مع بعض على طرابيزة واحدة انسوا الموبايلات خالص ركزوا شوية في تفاصيل بعضكم ركزوا شوية في حياة بعضكم انسوا التكنولوجيا خالص من حياتكم في واحدة من أهم الرسائل اللي بالمناسبة مش في الفيلم بس هي كمان على مدار سنين جدا كل الخبراء كل المتخصصين بينصحوا بيها عودوا إلى حياتكم الطبيعية لأن ده مهم جدا لصحتكم نفسيا هو رسالة قوية وصحيحة لكن للأسف صعبة بعد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بشكرك جدا يا أستاذ خلد على وجودك معي بنشكر الكاتب صحفي خلد إبراهيم بجريدة اليوم السابع وبكده نكون خلصنا بفقرة سكوب هنروح لفاصل وهنرجع مرة تانية حكايات كتير جوه كل بيت حكايتي هي العيلة وحقها في معرفة كل شيء عن صحتها وسلامتها وسلامت ولدها وأنا حكايتي مع كل المشاكل اللي بتقابلنا وبالذات حكايته هو مع هي وحكايتي أنا جوه الكتب واسترعوا موضوعاتها اللي بترسم صورة أوضح لحياتنا يحكى أنا مما سبيره أصل كل الحكايات يحكى أنا الموسم الجي اهلا scientists normal English native speaker it's easy it's a piece of cake you have to decide make up your mind I'm very tired I'm very exhausted I don't understand I don't get it let's meet up today let's catch up today I'm listening to you Am all ears I don't have money I'm broke السوشيال ميديا زي ما لها عيوب لها مميزات وزي ما بنشوف ناس بتقدم حاجات مش بتعجبنا أو محتوى مش كويس كمان في ناس بتقدم محتوى كويس قوي ومفيد لكل الناس والناس دي بقى إحنا اللي بنحاول نركز عليها في ترانس ومهم قوي إن إحنا نبين كمان الجانب الإيجابي في السوشيال ميديا عشان كده هيكون معنا النهاردة صانع محتوى بيقدم محتوى مفيد جدا وبيساعد الناس إنها تتعلم واتطور من لغتها الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة من خلال فيديو قصيرة جدا نوارنا النهاردة محمود بنشوي مؤسس صفحة إنجليشر زيك يا محمود؟ زيك ريها محملية الحمد لله أنت إلى أخبار كله تمام الحمد لله قولي يا محمود ابتديت الصفحة بتاعتك إزاي الأول؟ الصفحة أنا بدأتها من سنة يعني كان تقريبا شهر 11 سنة اللي فاتت طبعا أنا جديد جدا بالسوشيال ميديا بصراحة والموضوع كان بالنسبة لي أنا أنا ناس كتيرة بتتحيل علي من 2015 أنا أعمل الصفحة دي خصوصا الطلبة بتاعتي في الجامعة أنت قلت لي وإحنا في الصراحة بره أن أنت أساسا بتدرس بحقيقة بتدرس إيه بأولين؟ مادة لغة إنجليزية بس يعني أنا لسه أني ما خلصتش الدكتوراه ربناك ربنا معيك يا ربط تانكيو بس فالمهم أنا أجلت الخطة دي بصراحة كتير لأن أنا ما كنتش يعني أنا مش عارف يعني أنا بحب فكرة التفاعل أكتر فبحب الكلاسز تكون يعني مش أنا اللي بتكلم إنت اللي بتتكلم يكون في أنشطة يكون في تمرين تحس أن أنا فعلاً أقدر أخلالك مناخ كأنك سفارت أمريكا فده أنا بعرف الحمد لله يعني أنا متمكن فيه في المحاضرات بتاعتي بعرف عمله بس مش عارف إزاي هعمل ده على السوشيال ميديا عشان كده ما كنتش إزاي أبص التليفون يعني وفكرة أن أنا أصور وعمل فيديوز وأكلم نفسي أنا عايز ناس حقيقة فعشان كده هتلاقي الغريب أو المميز ما عرفش عندي بالصفحة هو إن كل الفيديوز بتاعتي لايف الناس بتكون شايفاني وقت وانا بتكلم وتقدر تسأل وانا بجاوب عليها فدي كانت يعني الحاجة المختلفة بطلع أشرح على صبورة بيضة عادي جداً مدرس مدرس يعني بجد آه اللي هو بس في نفس الوقت بخلي طبعاً مدة الفيديو قصيرة وبيكون في أمثلة وبخلي الناس كمان إنها تكتب في الكومنس الجمل مثلاً أنا عايز أخليهم يجربوا يعملوا السنتنس مثلاً وينطقوا صوت معين أوكي فبقول لهم يعملوا ده والناس بتتجاوب بتعمل ده فالحمدلله رب تكوني فكرة ناك حيان لها طيب أنت الفيديوز بتاعتك المفروض أن أنت بتتعلم اللغة الإنجليزية مزبوط في ناس بجد بتتعلم أونلاين ولا بيحتاجوا أن هما يروحوا مثلاً كورس براء أو حي والله خلينا أقول لك أنا من أول الناس اللي يعني أمنت بموضوع التعليم عن بعد يعني أنا يعني تقريباً من 2013 وأنا يعني في موضوع التعليم عن بعد ده وشايفه فعلاً مؤثر لو هيتعمل بشكل صحي لسه شوية الناس في مصر يعني برضو الناس بتقدر الكورس الأونلاين بتلاقيه من أي مكان في النادي في المواصلات وده غلط أنت لازم تتعامل مع التعليم الأونلاين كأنه تعليم حقيقي لازم تكون يعني في مكان قافل على نفسك مفيش حد حواليك عشان تقدر تستفيد بالمعلومة وفيه برضو طبعاً جانب كبير على المحاضر أنه إزاي أنه يقدر يعمل لك إدارة للفصل الأونلاين ده إزاي يخلق لك أنشطة ويدخلك جوه اللي هي بنسميها زي بريكاوت رومز كده جوه البرامج اللي هي البلاتفورمز أو المنصات اللي هي الأونلاين ويقدر يخليك تتكلم مع اللي قدامك ويقدر يسمعك فأنا شايف أن التعليم الأونلاين تلوقتي ما بقاش فكرة أنا بحب أو ما بحبش هو بقى واقع إحنا لازم نعيشه بالضبط يعني أنت الانتروفيوز دلوقتي بتتعمل أونلاين الميتنجز بتتعمل أونلاين كل الفرص فدي بقيت مهارات فليه تتكلم إنجليز ما تتعلم تتكلم إنجليز أونلاين فأنا يعني أنا بدرس أونلاين بقى لي فترة طويلة وشايف الحمد للنس بتستفيد يعني يعني بالنس بتستفيد بجد فأنا بصراحة يعني شايف الموضوع أونلاين ظريف جباً طيب خلينا نروح نشوف فيديو ديك ونركع تاني طيب يالله بيه مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا في النط سببها الرئيسي هو إن إحنا لما بنيجي نقرأ كلمة بنقرأ الحروف بتاعتها يعني إحنا مثلا كلمة اللي بالإسود دي إحنا فاكرين نطقها comfortable إحنا بنقرأ هنا الحروف والخطأ اللي بيحصل هنا إن الكلمة زي دي هي كلمة non-finatic word يعني كلمة غير صوتية يعني الحروف بتاعتها ما بتدكش نطق الصحيح ولو سمعتها تيجي تكتب الحروف اللي انت سمعتها مش هتديك الحروف بالإسود دي هنتعلم دلوقتي مع بعض على أصعب ثلاث كلمات بتاعتها اللي بتقابلنا إزاي ننطقهم بشكل بسيط اللي بالإحمر دي المقاطع الصوتية بتاعت الكلمة يبقى الكلمة بالإسود هي لما بيجى دور عليها في أي دكشنيري بتطلعي الكلمة دي هتلاقي دكشنيري ستلا بتقسمها لك لمقاطع حلو؟ لما تيجي تتدرب على نطق كلمة لازم تتعلم مقطع مقطع بعدين تركب كل المقاطع دي مع بعض هنا الخط الإسود تحت المقطع ده معناها إن المقطع ده قوي وبقيت المقاطع flat and short ضعيفة فبتنطقها بسرعة نطق الكلمة اللي بالإسود دي هي comfortable تاني comfortable طيب عشان نوصل إزاينا نطقطها كده سهلة جدا انت كمان خليك بس معي لأخر الفيديو هعلمك إزاي تنطقها زايي وأحسن مني كمان بص لسيدي ده أول مقطع نطقه كامف كامف سهلة الساوند الفاول فيها اه كامف كامف صوتي واضح وعلي شوية فيها بعدين هنا بقى مليش دعو بالإسود نحن نتفعنا أن الكلمة دي غير صوتية يعني المقطع ده مش هي تنطق or أصلا حلو؟ ضعي تنطق تر 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 شايف؟ سريع جدا سريع طب تيجي نركب واحد واثنين مع بعض تلاقي الدين يا سهلة كامف تر شفت صوتي واتي وبقيت سريع في المقطع التاني لأنه مش قوي تاني كامف تر تيجي تنطق دي كلمة ايبل بص هنا تحول تتل اتلس له تب تعلون نحط اثنين وتلاتة مع بعض يا ترى انت سريع زي كده دلوقتي ولا بتتكي جامد على المقاطع شايف حتى هتلاقي بقي كده المسلز ريلاكست جدا طعب تاني كومف تربل تاني يلا نركبها كلها باطع خليك بطيء عادي تحسين انت متمكن من التلات مقاطع و تذهب بقي في جملة وتتبسط من نفسك كده تقول مثلا اه تعلق نفسك ارجوك هاتف طيب اول فيديو عملته كان عن ايه عن الاخر عمل فيديو فكرة كميز جدا لان اعدت 3 يام هو دقيقة اعد 3 يام ازاي بقي احكي لك عشان خاطر مش عارف اصور ازاي اعد على كنبة بعدين اقول للمرتي أنا كده كويس وبعدين أروح كان ناقص شوية ودخل المطبخ الوحيد اللي مجربتش تصور فيه فكان الموضوع بصراحة كان عن ال-P وال-B sound ال-P وال-B بالضبط أنا قلت بقى إيه يالله إحنا كلنا ضائعين فيها في الشعب الماضي اللي هي الأسف هي بتغير المعنى فأنا يعني بس إحنا يعني تقريباً يعني لما بقيت بقى بس ألوناس كديرة من اللي بتحضر معي الكورس كانت تقولي آه ده ده عندنا في العربي نزش إحنا برضو غالبة قوي إحنا الحروف بالعربي معناها شغل حرف ال-B بس أنا وأنا بشرح حتة إن فيه sound هو بيطلع هوا بس زي ال-P قالوا لي دي تقريباً الأصوات الهامسية في اللغة العربية أو اسمه الهامس أوكي فاللغة العربية غنية جداً جداً أنا فعلاً يعني إنتي لو ركزت في اللغة العربية الكلام ده هيبقى لعب عيال جداً بيبتلي بقى إيه يعني يفهم أكتر عن الصوت وإزاي إحنا نحرك بقى بقنا طب اللسان بيبقى فيني يعني طبعاً مع أصوات مختلفة والأصوات أو الصوت بتاعت الحرفين مع بعض بالزبط أو لما يبقى فيه حرف مثلا فاول وحرف تاني بعديه مش فاول والحاجات الصابت أنا عارف الحاجات دي عشانها لسا بعلم ابني القرية فأنا لسا في الأول أنا هسألك على الموضوع ده يعني إيه التب اللي تديها كأم بتعلم ابنها إنجليزي الأول مرة طيب ده سؤال كويس قوي أول حاجة أنك أنت لازم تبداي بنفسك أنت ده مهم جداً طبعاً لأنه هو الطفل بيسجل بسرعة جداً عشان الباب النجار ما يبقاش مخلع والأطفال ما شاء الله هم مش محتاج يعرف رول أو تدريبات صوتية وإزاي الطفل يعني تبري يعني كاميرا فائقة الجودة تسجل كل حاجة ويبتدي منتج حلو من أول مرة فأنتي الصوت اللي هنبدأ مثلاً هنقول هنبدأ بمنهج الأطفال مثلاً من أول أربع خمس سنين كده نطالع حاول بقى تشتغل على الأصوات فلازم ده يبقى فيه دراية للأم بالأصوات أصلاً إزاي تعملها صح دي موجودة كثير قوي على أونلاين يعني على يوتيوب كمان فيه يعني منهج جالي فونيكس ده منهج للأصوات مثلاً للأطفال خلينا نشرح بس المشاهد الفونيكس هي الأصوات بداية الحروف أو للأطفال طبعاً الحروف سواء حرف أو حرفين مع بعض زي تنتقوا جنب بعض لما بيبقى حروف شكلها مختلف وكذا بالضبط إذا هي أصوات لوحدها أو لما مثلاً زي سي ايش مثلاً يعمل لنا صوت حلو كده شوفتنا الشاطرة إزاي؟ بصراحة طيب فإحنا المفروض إنهم يبقوا عندهم ترايب الأصوات دي زي يطلعوها صح وبعد الصوت بقى يتدو يدخلوا الصوت جوه كلمة وهنا بقى يعني لما يلاقوا فيه إن الطفلة طيب مش عارف ينطق الكلمة بتقسميها للمقاطع الصوتية مثلاً زي تش إير فهي كلمة تشير يعني كورسي بالضبط فهي ممكن تشغلها صوت تش إير بعدين تشير تشير بعد الكلمة طبعاً على حسب سن الطفلة يعني مثلاً نقول من أول ست سنين بقى وانت طالق تبتدي تحط توظفي الكلمة في جملة فتحط الكلمة في جملة وتخلي الطفل إن هو يكرر الجملة عشان يبقى كده يتعلم في يبقى يتعلم في السياق وده ده إحنا مشكلة كبيرة يقولك أهم مئة كلمة الكلام ده غلط جداً لأنك مجرد الكلمات دي من مواقف فأنت هديجي بعد يومين تلاتة فيين المئة كلمة اللي إنت عادت تذاكرهم العقل مش فاكرهم عشان إنت ما دخلتش في السياق ما كانتش فيه جملة واضحة بتوصف حاجة فبس يعني طيب إنت المتابعين بتوعك بتحس إن هم أكتر سنهم صغير ولا سنه أكبر والله هي المفاجأة إنها لقيت اللي بيتابعين أطفال بجد يعني كبار بس يعني تين ايجرز أقل كمان كمان يعني ما كبت أنا بدي صوتواتن الكبار هذا منحك مش سهل أوكي مش سهل يعني غير الفانيكس أنت بتدخل بتفاصيل أكتر فالغريب إن الأمهات بتشوف الفيديو أنا ابني متابعك ابني عنده سبع سنين بنتي مش عارف إيه بتحب تشوف فاللي هو طب كويس والله إنت عارفين أنت يعني إن أنا الفكرة وصلة للأطفال حتى أنا مبسوط طبعاً دي حاجة كويس إن هما كمان الأطفال زي ما أنت قلت من سن بدري لما بيبتدوا يتعليموا لغة بتفضل مكملة معاهم أكتر ده حقيقي ده حقيقي طيب أنا دلوقتي واحدة عايزة تدخل تتعلم إنجليزي حدخل أتبص على الفيديوز بتاعتك إيه هي الخطوات اللي أنا المفروض أعملها سريعاً عشان أتعلم إنجليزي من فيديوز بس ده مش كفاية أوكي ده كده أول حاجة أنا محتاجة إن أنا يكون عندي أول حاجة أنا محتاجة أكون عارف مستوى إيه أوكي في حد الحلقة يعني فلانكس للناس ياريت تقدر تحدد المستوى إيه أنا عرفت مثلاً مستوى إيه مثلاً أنا بيت جانور مثلاً أو أين كان يعني متوسط تحت متوسط هنا بقى ببتدي إن أنا عايز أخد منهج للمستوى ده المنهج ده يبقى منظم جداً ويأخدني لفوق يعني أنا تحت متوسط يوصلني المتوسط فمحتاج المشكلة بقى نجعل المشكلة لأنني بحتاج ناس تكون نفس مستوى يتكلم معاها صح وده دي دي مشكلة مش هاجدوا عليك يعني أس كتير أتقولك طب أنا أجيب أتكلم مع مين فطبعاً عندك الكورسز المحتى أو أن أنت تحاول يعني تشوف حد مثلاً يعني بنسميه حد تتكلم معي حد أشوف حد أكيد لو كل واحد دور في دايرة صعبة لحد عايز ينم اللغة وشوية المستوى متقارب ممكن اللي اتنين يبدأ طب يبدأوا إزاي ممكن عادي ينزلوا كتاب جداً فيه كتب مجانية كتيرة باللسنينج كونورسيش والكونورسيش يبتدي إن هم يعملوا زي يعني يتكلموا سواء حتى على التليفون يبتدي يشغل بقى اللغة دي صح هفكرة إحنا كلنا عندنا لغة يعني أنت ما نستيج اللي تعلمتي من بس هي الفكرة الله ينعوه وهي مرمية فهي أنت تقولي أنا فكرة الكلمة دي مستحيل تولي دي جديدة بس فكرة أني مش لاقيها الموقف اللي خليك تستدعي الكلمات والمصطلحات دي فبس بشكرك يا محمود جداً على وجودك معي النهاردة وبشكرك على المحتوى اللي انت بتقدمه وانت بتحاول قد إيه تساعد الناس تانياً أكيد لغة تانية دي حاجة مهمة جداً وكلنا بنحتاجها في مجال الشغل أو في الصفر أو في الحياة عمتاً يعني شكراً شكراً فمشكرك على المحتوى المفيد ومشكرك على وجودك معي مرسي يا محمود وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة أشوفكم الأسبوع الجاي باي باي